في الأزمة الرهنة الحالية دي أنا عندي ما يحدث على الأراضي الفلسطينية وعندي مصر بتلعب دور أراء دور كبير وشديد الأهمية بل هو دور جسور الحقيقة أنا ما عتدتوش في عمري المتوصل زي ما بقول كده وأنا على مشارف الخمسين ومن ناحية تانية الأمريكان لو سمحت لي في استخدام التعبير وكأنهم بيلعبونا مش بيلعبوا معنا يعني مش في قلب اللعب عاديين بيلعبونا من أحيانا نسمع مجموعة من التصريحات الرائعة على سانجو بايدن أو أنتوني بلينكين وأحيانا نسمع من نفس الشخصين تصريحات عكسية إيه اللي عايزة أمريكا في الأزمة الحالية وعايزة إيه من مصر عايزة تتجأنب التسعيد خارج غزة إلى مطق المجاورة ده أول شيء أول يعني تقديري أنا وأنا اللي لم ألتخي ببلينكين خير قال للجورة الحالية هو لسه مجاش مصر غيرت نهاردة وإنما مش حلتقي بيه طبعا منش دور في ذلك إنما قراءتي للوضع الأمريكي هو مش عارف يوقف إسرائيل أو مش عايز يوقف إسرائيل مش عايز يا مش عارف يعني مش عايز هو في الغالب كان مش عايز ودلوقتي مش عارف إنما مش مرتاح للتسعيد غير اللي لازم على الحدود يبقى إسرائيل وغزة أحياء مشكلة حنفتع بقى كمان إسرائيل وليبنان إسرائيل وسوريا حنجر بقى كمان إيران وفلسطوانا دي وندخل بقى اليمن والبحر الأحمر والباب المندب وكل هذا الكلام كل ده فقان واحد ومش عايزين دي ترجمة نانسي قنع